موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن تمنيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنغريحا للرئيس عبد المجيد تبون بالعودة في أقرب الأوقات كما نعلم أن الرئيس عبد المجيد تبون غادر الجزائر في اتجاه ألمانيا يوم 10 جونفي 2021 بعد عودته من ألمانيا إلى الجزائر في 29 ديسمبر 2020 كما نعلم أن الرئيس رجع في ظروف أنه مقعد وأن الرئيس لم يظهر للجزائريين وهو واقف على قدميه وتحدثنا من قبل عن تلك التناقضات التي شابت عملية استقبال الرئيس وسفره التي ظهرت على التلفزيون التلفزيون الجزائر الذي قال تعقد والرئاسة التي قالت مضاعفات وتبون الذي قال عند مغادرته أنه بصدد البروتوكول الصحي آخر المعلومات التي وصلتنا أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه وأن هذه العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبق قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا لكن الملفت للانتباه أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنغريحا الذي عاد مجددا إلى الظهور بكثرة عبر وسائل الإعلام كما كان يفعل سلفه أغايد صالح رغم أن أغايد صالح كان عضو في الحكومة بصفته نائب وزير الدفاع والمعلومات التي سبق وتحدثنا عنه أنه عند عودة الرئيس أو خلال الفطر القادم ستتم هناك تعديلات حكومية وسيعلن السعيد شنغريحا كنائب لوزير الدفاع هذه المعلومات التي وصلت شنغريحا الذي هو في منصب عملياته ارتكب عدة أخطاء إدارية لا يمكن وصفه اجتمع في وزارة الدفاع مع المسؤولين الإداريين ومن بينهم الأمين العام لوزارة الدفاع وهذا ليس من صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن يجتمع بالجانب الإداري الذي هو من اختصاص وزير الدفاع هل الرئيس عبد المجيد تبون أعطاه هذه الصلاحية وفقط من دون أن يتم الإعلان عنها وتم تأجيلها لاحقا المعلومات التي عندي تقول بأن شنغريحا هو الآن أقوى رجل في السلطة في الجزائر ولا يحتاج إلى هذا التكليف الرسمي برئاسي الجمهورية وإن كان في حاجة إلى إعلان رسمي سيأتي لاحقا بتنصيبه كنائب لوزير الدفاع عبد المجيد تبون كما قلت أجرى عملية جراحية ولكن لماذا أن تأتي هذه الأمنيات من طرف قائد عملياتي مسؤول عملياتي ليس من صلاحياته أن يتحدث في الشأن السياسي وليس من صلاحياته أن يقدم خطابات سياسية إلى الجزائريين وليس من صلاحياته يذهب إلى ناحية عسكرية ويتحدث إلى العسكريين في قضايا سياسية وهو مسؤول كما قلت عملياتي ومن بين الأمور التي سيتحدث عنها أنه يتمنى لرئيس الجمهورية أن يعود لممارسة مهامي وإكمال المهمته التي أوكلت إليه ترى لماذا هذه الرسالة بحدد؟ كما نعلم أن الخطابات التي تكتب إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هناك خلية معينة هي التي تقوم بكتابة هذه الخطابات ولا أعتقد بأن هذه الأمنية عفوية إما أنه الرئيس لأنه منذ عشرة إلى اليوم اليوم 19 جونفي لم يظهر بعد رئيس الجمهورية ولا خبر لم تنشر رئاسة الجمهورية أي خبر عن وضع الرئيس الصحي هل منذ مساء عنده عشر أيام هو جالس فقط يعزي يكتب في التعازي والتهاني حتى حسابه في الفيسبوك لا يتكلم في أي شأن يخص البلاد هل جالس؟ ما دروا له المعلومات التي عندنا أنه أجرى عملية جراحية ترى لماذا تفادت رئاسة الجمهورية أن تخبر الجزائريين أن رئيس الجمهورية أجرى عملية جراحية قد يقول البعض أنكم تهتمون برئيس يا جماعة هذه مهمة إعلامية هذا رئيس الجمهورية نقل ما تواجد في ألمانيا قبل تواجد نحو شهرين والآن عنده عشر أيام ولا خبر رسمي عنه سوى ما صدر عن شينغريح الذي يتمنى له العودة سريعا ترى ما هي مناسبة هذه الأمنية أن تأتي في خطاب يوجهه رئيس أركان ويبث في نشرة الثامنة ونشطات قائد الأركان أو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي صارت تغطى عبر كل القنوات الرسمية وما تسمى المستقلة وما هي خارج القانون كما وصفها قبل بلحمر وزير الإعلام تغطيها طغطية شاملة في حين الرئيس غائب الرئيس إما أنه عز هذه الجهة أو أنه هنأ فريق كورة اليد أو أنه هذا فريق يا عزي يا هن لم يصدر أي شيء رئيس الجمهورية أمضى مراسيم لما رجع ماذا فعل؟ وقع لهم الدستور 31 وقع لهم قانون المالية عمل شوي اجتماعات وهو مقعد وظهر الآن مرسوم أنه وقع قضية إنهاء مهام محمد العقاب الذي كان مستشار في رئاسة الجمهورية مع العلم أن محمد العقاب أنهيت مهامه منذ أشهر وقد تحدثنا عن ذلك في مداخلات وقلنا أنه أنه أنهيت مهامه بل أنه طرد بطريقة مهينة حيث أنه لما جاء إلى رئاسة الجمهورية سحبت منه بطاقة الدخول وتقالوا له لن يسمح لك بالعودة راح قعد في داره ينتظر ماذا سيحدث حاول يتواصل مع رئيس الجمهورية كل الأبواب سدت في وجهه البعض قد يتخيل ويقول محمد العقاب راح ضحية تصريحات حول بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول هالكم العقاب راح ضحية لوبي مهيما على الرئاسة هذا اللوبي لا يريد من يحلم في آوانهم العقاب مشكلة أنه أنا أعرفه شخصيا من زمان أنه يحلم بأن يصل إلى مراتب عليا لذلك بالغ في نشاطاته وحاول الظهور حتى على حساب أحمد العرابة في قضايا الدستور هؤلاء لا يعجبهم من أمثال هؤلاء من أمثال محمد العقاب وخاصة أنه حمد العرابة يتمتع بنفوذ وخصوصية لدى دوائر الأمن ودوائر الجيش وأيضا حتى عند عبد المجيد تبوك إذن الإشكالية أن العقاب راح ضحية أطماعه وبالغ أيضا في الولاء وهناك نقطة مهمة أن العقاب في أحد الزيارات أو في أحد المداخلات أوصى بضرورة كتابة مذكرات تخرج حول هذه الفرصة على اعتبار أن التنظيم هو تنظيم طلابي أن أدعو جميع الطلباء إلى الاهتمام بالفقيد أحمد قايد صالح يعني بالتناول بالدراسات الأكاديمية في المذكرات وأطروهات تخرج يعني كل جوانب حياته المختلفة كل حسب تخصصه العقاب كان يعتقد بأنه النظام القائم الآن هو نتيجة جهود قام بها القايد صالح وأنه بهذا الولاء رغم أننا لا نشجع أنك تروح تعمل مذكرات تخرج على القايد صالح على قائد عسكري لا أنا ما أرى هذا الأمر لن يفيد شيء للجامعة خلي إذا كان أردتم تكتبوا عليهم كين قنوات كين أشياء أخرى كين تحقيقات كين أمور أخرى لكن مذكر التخرج خليها في إطارها وبما ينفع الطلبة وينفع الجامعات ولكن هذه المبالغة كان أراد أن يتقرب أكثر من الدوائر ولكنه لا يدرك أو لم يدرك أنه سيدفع ثمن هذه المبالغة في الولاء لأن هناك انطلقت حمل التصفية تركة القايد صالح التي كنا نعتقد بأنها تركة المؤسسة العسكرية ولكن للأسف كنا نحاول أن نحسن الظن ولكن للأسف الشديد أن المؤسسة العسكرية تركتها هي القديمة التي تحاول أن تتجدد حسب ما تمليها المرحلة وحسب ما تمليها الضرق أيضا إخواني الكرام هذه المستجدات حول عبد المجيد تبون الآن شنغريحة يتصرف كأنه الحاكم الفعلي في البلاد وهذا خطأ استراتيجي نحن لسنا ضد أن نروح يشرف على مناورات أن يلعب بدور عمليات المرحلة صعبة والجزائر تحتاج إلى حماية حدودها تحتاج إلى دور عسكري حقيقي للمؤسسة العسكرية ولكن دور سياسي يلعبه شنغريحة بصفته رئيس أركان هذا أولا يسي إلى المؤسسة العسكرية ثانيا هذا الأمر أيضا يعطي صورة أن الدولة تحكمها المؤسسة العسكرية وهذا لن يكون في صالح الجيش الأمر الثالث يوحي بأن هناك حقيقة صراع عصب أن العصبة الجديدة التي هيمنت على الجيش صفت تركة القايد صالح وتريد أيضا أن تفرض أجندتها كما نعلم أنه تبون ضعيف الشخصية يجب أن تعلموا هذا وهذا ليس طعم فيه هذه طبيعته ضعيف الشخصية وشاهدوا هذا المقطع من الفيديو لا تريدو أن الدولية إلى الأول الفيديو لكن هذه المnai أسرتوا enchخمة هي أثناء لا تريد أو تعطينا ضعيف الشخصية なたاني يمكن أن وجعلون الحجائز كان هذا الحاجز ترجمة نانسي قنقر إذا جاء نصر الله والفتحه كيف سلال كان يتعامل مع تبون الآن سلال مسجون وتبون هو رئيس جمهورية أو يعالج في الخارج وأيحيى أيضا ولدي معلومات أنه يحيى كم من مرة تعامل بطريقة بشعة جدا مع عبد المجيد تبون وعبد المجيد تبون لا يرد عليه ولا يرفع رأسه ولا يقول كلمة لذلك عندما يأتيك رئيس ضعيف الشخصية إلى هذا الحد لا تعول عليه أن يفرض نفسه على سقور المؤسسة العسكرية والبعض عندما نذكر كلمة سقور البعض يقول السقور مدح لا هذا مصطلح سياسي معناها أصحاب الهيمنة على المؤسسة العسكرية عندما نقول سقور البيت الأبيض أو سقور المحافظين الجدد في الولايات المتحدة ليسا نمدحهم معناها أنهم أكثر نفوذا وأكثر هيمنة وأكثر سلطة وأنهم لديهم مشروع يقاتلون عليه بكل طريقة شرسة من أجل تحقيق أغراضهم ومآربهم هذا هذه الحقيقة للأسف الشديد الوضع في الجزائر يسير على طريقة سيئة جداً نحن الآن في شهر جنوبي ما قبل المناسبة الثانية للحرك الشعبي وهذه المرحلة عشناها في 2019 في جنوبي 2019 عندما كان عبد العزيز بوتفريقة يعالج في سويسرا والغموض والتظنيل الذي كان أنذاك ها هو يمارس بنفس الطريقة في جمهورية جديدة يدعي عبد المجيد تبون أنه حققها أو أنه بصدد تحقيقها للجزائريين وهذا العمر وهم كبير لا يمكن أن تتحقق دولة جديدة بهذه الطريقة البائسة التي لا قيمة لها إخواني الكرام هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة